هنتكلم اليوم عن معركة من أقوى معارك المغاربة حيث صحقت فيها جيوش الأسبان معركة ظهرت فيها أسكى كمين عسكري وحتى الآن تدرس في أكبر المعاهد العسكرية عن معركة أنوال التي ظهرت فيها قوة المغاربة وتدمير جيوش الأسبان هنتعرف في الحلقة عن قصة احتلال المغرب من أسبانيا وفرنسا وعن قصة نشأة المقاومة ضد المحتلين وعن قصة الإمام محمد عبد الكريم الخطابي وعن أحداث معركة أنوال بالتفصيل فقبل أن نبدأ يريد تنور قراتنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أشمعين ولو حابب دعم القناة من خلال ميزة الانتساب أو من خلال ميزة شكرا ستجد جميع الروابط أسفل الفيديو تعرضت الأمة العربية للعدوان والاحتلال الأوروبي طوال العصر الحديث وحتى الحقبة المعاصرة وكانت وراء ذلك مجموعة من الدوافع أهمها التعصب الديني والقومي والأطماع الاقتصادية وشارك في ذلك العدوان العديد من القوى الأوروبية وفي مقدمتها البرتغال والأزبان والفرنسيون فضلا عن المشاركة البريطانية والأمريكية في الحقبة المتأخرة من العصر الحديث ومطلع القرن العشرين وقد تميز المغرب عن غيره من أقطار الوطن العربي بأنه شهد وواجه أولى موجات هذا الاحتلال فمنذ القرن السابع عشر الميلادي انفردت أزبانيا باحتلال العديد من المدن والمواني السحلية المغربية وفي مطلع القرن العشرين سنة 1907 ميلادية دخلت أزبانيا في مفاوضات مع فرنسا انتهت بتقسيم المغرب إلى ثلاث مناطق إحدى هما خضعت للنفوذ الدولي والثانية خضعت للنفوذ الفرنسي والثالثة خضعت للنفوذ الأزباني وهي منطقة إقليم الريف وجباله في الشمال المغربي وقد أعطى هذا الاتفاق حرية الحركة الفرنسا وأزبانيا في احتلال المغرب تحت ذريعة إيفاء الديون المستحقة وبالتالي خضع المغرب للاحتلال التناء الفرنسي الأزباني وعلى أثر هذا الاتفاق اللي رفضه المغرب اجتاح الفرنسيين والأزبان المغرب سنة 1907 ميلادية فرنسا اتجهت باتجاه الدار البيضاء وأزبانيا دخلت من الشمال من سبتة ومليلة فأمام هذا الاشتياح قاوم الشعب المغربي بكل قوة ولكن توفى في هذه المقاومة ملك المغرب السلطان عبد العزيز إن الحسن وجاء من بعده السلطان عبد الحفيظ الذي تعهد أمام شعبه بالمقاومة وعدم قبول الاحتلال الفرنسي والأزباني ولكن في النهاية لم يستطع أن يزمد أمام الدولتين واضطر أن يوقع اتفاقية فاس سنة 1912 ميلادية اللي وافق فيها على الحماية الفرنسية وعلى سيطرة فرنسا وأزباني على المغرب لكن المقاومة الشعبية ظلت تتصاعد فكان بيقود المقاومة الشعبية في الأول الشريف أحمد فظل الشعب المغربي يقاوم الاحتلال بكل ما أوتي من قوة ومع دخول الحرب العالمية الأولى سنة 1914 ميلادية ظل الأمل في الصدور على أن يتحصل المغرب على استقلاله أمام الوعود التي كانت تقدمها الدول الاستعمارية وانتهت الحرب سنة 1918 ميلادية والتي انتصل فيها دول الحلفاء وتبخرت هذه الوعود تماما فتنصل قوة الاحتلال من هذه الوعود بدأ الشيخ عبد الكريم الخطابي مع عائلته المقاومة الشعبية وكانوا يعيشوا في مدينة مليلة وكان من بينهم ابنه محمد عبد الكريم الذي عمل قاضي في مدينة مليلة فاستطاعت هذه العائلة فصل جديد في مقاومة الاحتلال فبدأوا بثورة شعبية ضد الاحتلال ولكن توفى الشيخ عبد الكريم الخطابي سنة 1920 ميلادية ثم قاد ابنه محمد عبد الكريم الخطابي الذي كان متحمسا في مقاومة الاحتلال الغاشم وبدأ محمد عبد الكريم مرحلة جديدة في المقاومة فارسل لكل القبائل المجاورة فأي ينضموا للمقاومة ويتناسوا خلافاتهم فكان محمد عبد الكريم خطيبا مفوها وكان يحمل وعز وطني وديني فلامس نفوس الكثير من ابناء القبائل فنجح محمد عبد الكريم الخطابي في توحيد القبائل وبدأ بخطوات اولى للمقاومة وانشاء مركز للمقاومة ونجح في شراء السلاح والتدريب لأفراد المجاهدين حاولت اسبانيا ان تواجه المقاومة فشوهت صورة محمد عبد الكريم الخطابي ومن معه وافتروا عليه كذبا ولكن في النهاية الشعب المغربي فاهم ومدرك انهم مجاهدين مقلصين بدأت اسبانيا بحملة عسكرية للقضاء نهائيا على المقاومة ففي اليوم الاول من شهر يونيو عام 1921 ميلادية عبرت قوات اسبانية وادي انقران واحتلت جبل ابران للبدء في الزحف في اتجاه خليج وحاولوا الهجوم المفاجئ على قوات محمد عبد الكريم مستصغرين وساخرين من قوتهم فهم عددهم مهول يتعدى 30 الف مقاتل تحركوا في اتجاه معسكر المجاهدين ظنين انفسهم انهم في نزهة صغيرة فهجموا بكل قوة على مركز المجاهدين ولكنهم فوجئوا انه صفح من امير محمد عبد الكريم فظهرت قوة الخطابي من كل مكان في الجبل وعددهم الذي لا يتعدى 3000 مقاتل فاجأوا العدو واحاطوهم من كل الاتجاه واستمروا في قتال الاسبان حتى نجحوا بنصر عظيم وهرب منهم الكثير محمد عبد الكريم الخطابي كان يعلم من استطلاعاته انهم قادمون فاستخدم الخطابي نهج حرب العصابات وعمل فيهم كمين محكم بعد هروب قوات الاسبان نظم محمد عبد الكريم الخطاب قواته لمحاصرة انوال التي تتواجد فيها القوات الرئيسية بقيادة الجنرال سيلفستر ففي الفور هاجموا الثكنات والتمركزات المحيطة حول انوال لفرض الحصار بشكل جيد ولشل حركة العدو وتدميره ثم ارسل باقي المجاهدين على طول الطريق الرابط بين قرية بن طيب وبين انوال لقطع وكبح اي محاولة لفك الحصار الخاص بانوال واشتد الحصار على انوال وحفر المجاهدين الخنادق للتحصن بها وانتشروا بشكل ممتاز حول انوال طلب الجنرال سيلفستر الدعم من القوات المتواجدة في قرية بن طيب لفك الحصار عنه فتعرضت تلك القوات لكمين قاتل فطلب الجنرال من الدعم الجوي ان يفك الحصار عنه ولكن من زكاء الامير ان المجاهدين متوزعين ومتخندقين بشكل جيد فلم يؤثر فيهم سلاح الجوي بعدما عانى المحاصرون العطش والجوع سيضطر الجنرال سيلفستر الانسحاب فحاول سيلفستر هو وقواته الانسحاب ولكن كان ذلك بشكل عشوائي وفوضوي تسبب على اثر ذلك سقوط العديد من جنود الازبان وعلى رأسهم الجنرال سيلفستر فكانت مذبحة عظيمة فعلوها المغاربة في الازبان حتى اصبحت قوات الازبان ملقاة على الارض بعد ذلك سينطلق المجاهدين كالسيل لتحرير بقية المناطق المهتمدين استراتيجية عنصر المفاجأة والهجوم من عدة محاول لارباك العدو والقتال المباشر والالتحام من نقطة صفر وفي وسط هذه الانتصارات اعطى محمد عبد الكريم تعليماته لقوات الجنوب بالتوقف واخذ موقف الدفاع لكي يتم تحرير مدينة النغذور لقطع خطوط الامداد لميناء مليلة ولكل القوات الازبانية وايضا لالهاء واشغال قوات الازبانية وتشتيت انتباههم للغرض المهم للامير فقامت القوات الازبانية بالهجوم على الجبهة الجنوبية ولكن هجومهم باء بالفشل فهجم المجاهدين بالهجوم المفاجئ على مدينة النغذور ونجحت في السيطرة على المدينة وتنجح خطة الامير محمد عبد الكريم لقطع خطوط الامداد من مليلة وتطويق القوات الازبانية ومنعها من الانسحاب باتجاه مليلة فاعطى الامير اوامره للجبهة الجنوبية بالتقدم وتطويق باقي القوات الازبانية واقتحموا مطار العروي وقتلوا جميع من كان فيه واحرقوا ودمروا كل الطائرات وستطاع المجاهدين السيطرة على مدينة سلوان للبدء في حصار مركز الاروي الاستراتيجي فحاصروه عشر ايام قتل على اثر ذلك عدد كبير من قوات الازبانية واسره البقية وعلى رأسهم قاضى كبار وبعد انتهاء المعركة يتخذ الامير محمد عبد الكريم الخطابي قرارا بعدم اقتحام مدينة مليلة لاحتبارات دولية وسياسية وعسكرية انتهت المعركة بانتصار كاسح للمجاهدين المغربة فقد تكبدت القوات الازبانية خسائر فادحة على كافة المستويات البشرية والمدية والفنية وقد ذكرت الاحصائيات الرسمية الازبانية نفسها ان خسائرها في الافراد 19 الف قتيل و430 جريح و570 اسير في حين بلغت تضحيات القوات الريفية 500 شهيد و600 جريح حيث كان لتضريص الارض اثرها في صغر حجم تضحيات الريفية وهذا ما جعل احد الجنرارات الازبان يصرح في اعقاب المعركة ان هذه اكبر كارثة عسكرية عرفتها ازبانية في تاريخها ايضا حصل الريفون على الكثير من المعادلات العسكرية والتموينية والطبية مكنتهم من النضال ضد الازبان لفترة طويلة وهذا ما جعل الخطاب يقول لقد اعطانا الازبان في ليلة واحدة كل ما نحتاج اليه للقيام بحرب كبيرة كما كان للمعركة انوال صداها المحلي حيث ابتهج سكان الريف المغربي بهذا النص وايقنوا ان بامكانهم الوقوف في وجه الاستعمار الاجنبي مهما كانت قوته فقد هزى انتصار انوال معظم اقطار الوطن العربي واستقبل الشعب العربي هذا الانتصار بفرح وابتهاج وصدرت خطة عبدالكريم الحربية تكتيكا عسكريا لدى الكثير من المقاومين عبر العالم منهم عمر المختار والثورتين الجزائرية والفلسطينية فالان ينهج المقاومون الفلسطينيون نهج وقطة حرب العصابات والشوارع فندعو المولى عز وجل من تحرير فلسطين وانتصار المقاومة ايضا كان المعركة انوال انعكاستها وتأثيرتها على الاوضاع الداخلية في اسبانيا اذ كانت سببا في استقالة الحكومة الاسبانية واحداث حالة انقسام في الرأي العام حتى ارتفعت بعض الاسواد بالمطالبة بالجلاء عن المغرب وفي ختمنا يريد تكتبونا رأيكم عن الحلقة ورأيكم عن خطة محمد عبدالكريم الخطابي وعن خطة المقاومة المغربية ولو عجبك المحتوى اضغط اعجاب بالفيديو واشترك في القناة وفعل ذر الجرس ويريد تنور قناتنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اجمعين ولو حابب دعم القناة من خلال ميزة الانتساب او من خلال ميزة شكرا ستجد جميع الروابط اسفل الفيديو شكرا